استقبل رئيس الحكومة السيد عزيزة خنوشة اليوم الثلاثة برباط المدير العام لمنظمة العملية الدولية الذي يزور المملكة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة هذه المنظمة الأممية وأذكر بلاغ لرئاسة الحكومة هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزير الإدماج الاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز تعاون بين المغرب ومنظمة العملية الدولية بعدما أصبح خلال السنوات الأخيرة يكتسي طابع الديمومة والتنصيق المشترك وخلال هذا اللقاء استعرض رئيس الحكومة أبرز الإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية وتنزيل المشاريع المهيكلة وإنعاش التشغيل المنتج وتوفير فرص العمل اللائق